قفز سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني لرقم غير مسبوق حيث سجل الدولار الواحد 365 جنيه في تعاملة السوقية السوداء بينما بقي ثابتا في البنك المركزي واستقر سعر الدولار لدى بنك السودان المركزي عند 55 جنيه للشراء و 55.27 جنيه للبيع تقريبا يوميا بحصل تدهور بصورة مستمرة هذا ناتج عن سياسات الدولة التي لا زالت تصر على تنفيذ روشيتة السند والنقد الدولي ولعل روشيتة جزء كبير جدا منها تم تنفيذه مثل تحرير المحروقات وزيادة أسعارها وزيادة أسعار الدواء والخبز والغاز والكهرباء والمياه كل هذه الأشياء تدفع من المواطن ولا يدفع شخص غيره وضن السياسات المالية والنقدية لبنك السودان المركزي لعام 2021 التي جرى إعلان ملامحها في بيان صحفي ورد فيه أن سياسات البنك المركزي استهدفت في محور الاستقرار النقدي النزول بمعدل التضخم إلى 95% في المتوسط لعام 2021 ولكن شهد مطلع العام الجاري انهيارا لأسعار الجنيه السوداني مقابل العمولات الأجنبية مما أدى لتوقف تام لحركة البيع والشراء في الأسواق السودانية اتفاع الدولار نحن مضررين شديد يعني زي ما انت شايفه يعني ما في بيع ما في شراء واكفين تماما من البع والشراء لو قيمت لي زبائني بسعر الدولار اليوم بيكون السعر عالي شديد على الزبون ويمكن ما يكون مصدقني عنه إنه فعلا ده سعر السلعة ولو رجحتها للسعر اللي أنا اشتريته بيه وجيد عشان نحول لقروشي لدولار فبلغروحي أنا خسران شديد الدولة تلوح في موازنة 21-20 باتجاه تحرير سعر الصرف ويقول خبراء واقتصاديون إن الدولة إذا لم تحتكم على احتياطي نقدي بقيمة 5 مليار دولار كاحتياطي من النقد الأجنبي أو ذهب يفترض أن لا تقبل على تحرير سعر الصرف إذ أنه يعتبر خطوة انتحارية للاقتصاد ولكنها مقيدة في الوقت ذاته بما تم التوقيع عليه مع صندوق النقد الدولي في برنامج المراقبة الذي ينتهي في يونيو القادم ارتفاع غير مسبوق للعملات الأجنبية أمام الجنيه السوداني الأمر الذي أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسواق السودانية وهذا الأمر إن عكس في سلسلة تظاهرات شملت العاصمة الخرطوم والولايات تحتج على غلاء الأسعار عفر فتح الرحمن قناة الغد الخرطوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر